المناقية من جفاف وتصحر حكومة أقليم كردستان ماضية بتوسعة مشاريعها لمواجهة هذا الخطر بأربعة سدود كبيرة في أربيل ودهوك والسليمونية تم إنشاؤها إضافة إلى ثلاثة سدود أخرى سيتم بناؤها خلال العام الماضي بسعة تخزينية تقدر بثمانية وعشرين مليون متر مكعب من المياه حقيقة موضوع الأقليم موضوع معقد لأن السنة الثالثة على التوالي ينظر بأيضا جفاف اعتمادة على المياه الجوفية بشكل رئيسي الزراعة بالأقليم حقيقة زراعة جيدة ليستخدم المنظومات الرئي الحديثة وهذا هو اللي يخفف الضغط على استخدامات المياه لكن الشيء اللي أقوله إنه الأزمة إذا كان السؤال إذا كان الشتاء جاف ماذا يكون وضع المياه بالأقليم تحديدا حقيقة رح يكون وضع صعب تحاول أربيل تبديد المخوف التي تستشعرها الحكومة المركزية من بناء السدود ليؤكد المسؤولون في الإقليم أن ذلك البناء يأتي في إطار السعي لخزن أكثر من ثمانين بالمئة من مياه الأنهار والمسطحات المائية التي كانت تذهب مياه وسدى دون الاستفادة منها إضافة إلى مواجهة شح المياه بسبب قلة الأمطار هو قيام دول الجوار بتغيير مسارات الأنهار هو بناء السدود عليها دون مراعاة للاتفاقات الدولية في سنة 2019 تم تقديم أو تم موافقة الحكومة العراقية لبناء ثلاثة سدود في أقليم كردستان بتمييل من حكومة العراقية والمحظر موجود يمي والمحظر موقع من قبل المستشارين ومدراء عامين والوكيل الوزير في وزارة المائية ثلاثة سدود الرئيسية هي دوكان ودربندخان ودهوك في عموم الإقليم تخزن عشرة مليارات متر مكعب من المياه فيما يرى مختصون أن بناء سدود جديدة دون علم بغداد سيؤدي إلى خلافات تضاف إلى سلسلة مشكلات عالقة سواء كان سياسية أو اقتصادية أو مالية من عربية البشيرة الحسن قناة الفلوجة